اشتركوا في القناة اوصلها تاني وازورها تاني وعشان كده بصراحة محتاج أصلي حتى بعد ما أعرضها لأننا محتاجين نعمة علشان نحاول نستوعبها هي نوعية الآيات اللي زي ده كلام كبير قوي مش كده ده كلام كبير قوي تطلبون في يوحنى 15 ما تريدون فيكونوا لكم دي كلمة كبيرة قوي اكتفي بعبارة خالدة كلنا يمكن معتدين عليها في موعظة المسيح على الجبل اسألوا تعطوا طلبوا تجدوا اقرعوا يفتح لكم من بعض الآيات اللي من النوعية دي بيبقى مش صعب على القارئ انه هو يستقبل هذه الرسائل على انها شيكات على بياض صح؟ اسألوا تعطوا كل ما تطلبون كل ما تريدون في كلام كبير قوي ولكن لما بنبص على واقعنا الموضوع مش ببقى دايما كده ويعني اشارك مشاركة صغيرة واصلي وننطلق سوا يمكن مفيش اوقات بتمتحن قناعتنا عن الصلاة قد لما شخص عزيز جدا على قلوبنا يكون بيمر بظرف قاسي خاصة لو ظرف صحي فمن ثلاث سنين الحقيقة خضنا احنا كعيلة في الخبرة دي مع والدتي فمن ثلاث سنين كنا في اجازة عادية برا مصر وفي يوم عادي كنا الصبح بنتغدى سوا وهم كمين اليوم وفجأة ماما تعبت وهي رايحة للمستشفى يعني وإحنا في السكة للمستشفى توقف قلبها وعبال لما وصلنا للمستشفى كنا خلاص يعني ابتدين نتعاون مع الموضوع انه خلصان لما وصلنا المستشفى الدكات رجيريو من بر يعني من جو المستشفى البرا وحاول انه هما يفوقوه وفعلا اعادوا القلب من جديد لينبط فمع عودة القلب احنا كمان رجأنا علي ودخلت في كومة يوم وراء الثاني وراء الثالث ما فيش وقت افتكره في حياتي تم امتحان في مفاهيمي وقناعاتي عن الصلاة وعن ما يريد الله ان يعملوا قد الايام دي والحقيقة كانت بتتأرجح من يوم للتاني فطبعا لان لسه خبرة الاستفاقة اللي حصلت لا او مش استفاقة هي عودة القلب اللي ينبض يعني لسه طوزة فانا ايماني اتحرك وشاعر انه الموضوع هيجي فهنسنت بالصلاة فبنصلي لاجل ايه بوضوح لاجل انها تقوم لاجل انه كمان يعني كل جسمها ومخها بالتحديد يبتدي يعني يستفيق فتستعيد وعيها يوم وراء الثاني والاخوة والحبايب وكل الاصدقاء بيصلوا الرابع في الخامس الموضوع ابتدى يبقى غامض ابتدت المستشفى تطلبنا بقرار اخلاقي في منتهى الصعوبة وهو نكمل ولا ما نكملش نشيل ولا نسيب المواضيع كانت بتزداد تعقيد في كل يوم فهي مش مجرد نحن بنصلي ولا يحصل لا 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 قناعتنا عن ايه اللي ممكن يكون ربنا عايز يعمله في اللحظة دي مرتبط بي قرار كبير هو هو وانا ممكن اكون بقرار غير مؤمن كفاية ابقى بقت الامي دي كانت نوعية الاسئلة اللي بتدور في ذهني وفي ذهننا كعيلة الحقيقة ونحن بنخذ فعلى مدار الايام دي شعرت بشكل شخصي مدى صعوبة هذا السؤال السؤال ده مش ببساطة ايوة بتفرق لما بتفرق الموضوع اعقد من كده اعقد من كده بكتير خاصة لما نبقى بنفكر فيه مش وإحنا عاديين في قاعة مكيفة ولكن لما نبقى عاديين في المستشفى لما نبقى عاديين في مديونية شديدة مش رضية تفك عن كتاف العيلة بتبقى فيه قرارات كمان مرتبطة بهذه المواقف والمفاهيم فعشان كده على قلبي أصلي لأن السؤال في رأي سؤال يمسنا مش بس على المستوى الفكري ولكن على المستوى الشخصي العميق الوجداني اللي يمكن ذكرات كتير متأثرة بإجابتنا لهذا سؤال استذنكم وإحنا عاديين نرفع قلوبنا ربنا المدت ثواني يا رب إحنا وثقين في صلاحك ووثقين في قدرتك ووثقين في حكمتك ونفسنا إن إحنا نبقى بنعمل مشقتك ونفسنا إن إحنا نبقى بنتعلم عن طرقك وعن سياساتك في قيادة حياتنا ساعتنا نتعلم من كلمتك أكتر ساعتنا ننسجم مع قصتك أكتر ساعتنا نندمج في الحراك الإله اللي بيحصل في حياتنا الشخصية وفي حياتنا معا جاي أصلي يا رب من أجل الساعة اللي جاي دينا بستنارة ودينا طمأنينة في القلب وإنعش من تاني إيمالنا تعلقنا بيك واتكلنا عليك وطمأننتنا لأنك أنت الجالس على العرش أنت السيد وما فيش حاجة بتخرج من تحت سيئتك في اسم المسيح آمين في أكثر من طريقة ممكن نحن نحاول نفكر بها في السؤال ده المحاضرة دي فيها تعبيرات فنية قليلة جدا جدا فلما تلاقي فيه كلمة جديدة أرجوك لا تضطرب يعني لا تتوتر دي كلمة عابرة يعني سحابة صيف واتعدي وهنكمل عادي المحاضرة لا تتوتر الاطار الأولاني واللي احنا معتادين الحقيقة نحن نبقى بنفكر في ضوء في إجابة سنؤال ده هو اللي بيسمى بالاطار النتائجي الكون بنفكر في النهاية في قيمة الفعل المعين من خلال انحنا نحاول نقيم نتائجه يعني لو انا عملت كده ايه النتائج هحصدها منه لو النتائج في وجه نظري جيدة مفيدة نافعة يبقى اذا الفعل ده يستحق ان افعله لو النتائج غير نافعة او غير مجدية او ممكن تكون كمان سيئة لا انا اكيد مش هبقى بعمله فبقيم الفعل بشوف يعني الفعل ده يستحق ان يفعل ولا لا بناء على نتائجه فلما طبق ده على قيامي بالصلاة فعل الصلاة لسه لا أتكلم عن المستوى العالي العظيم الذي دكتور ماهر تكلم عنه فكرة ان احنا مدعوين لنكون كائنات مصلية لا انا اتكلم عن فعل الصلاة على هذا المستوى البسيط انا هصلي لاجل كذا دلوقت لو انا مقتنع انه علشان اللي انا هصلي الاجل ده هيحصل فهتلاقيني بصلي لو انا مقتنع انه اللي انا بصلي به ايا كان كده كده مش هيحصل هتلاقي تقييم لفعل الصلاة نفسه ضعيف لا يستحق ففي الاخر ما في لا نصلي وانا درما بنقولها بشكل يعني بشكل لفظ صريح عادت بيحصل اي بجوانا ان لاني عارف ان كده كده ما في نتيجة فمش مستهلا اخسر فوائد الصلاة فلو الصلاة هتجيب لي كذا انا هصلي علشان كذا الاطار الثاني اللي ممكن نبقى منفكر به واللي ممكن دكتور مهر كان بيحاول انه هو يعني يقدم بصورة كتابية جميلة هي الاطار الوجودي اي المتعلق بأسئلة خاصة جدا وهمة جدا عن طبيعة وجودي اخص سؤالين هما سؤال انا مين وانا هنا ليه انا مين وانا ليه موجود فالحقيقة بالنسبة لطريقة التفكير دي هي في السؤال ده مش بتبقى فكرة انه فيه فوائد معينة خارجية في التاريخ الخارجي اللي برايا هي دي اللي بتحركني اذا كنت اصلي ولا لأ ولكن لما انا بصلي ده بيقول عني ايه وبيخليني ابقى مين ولما بصلي ده يقول عن انا هنا عايش ليه وايه هي اعمق رغباتي وإن لأنا فعلا عايز وإن لأنا بدور وإن لأنا بدور علي الاطارين دول الحقيقة يمكن يعني انا حطتهم كده جنب بعض وكأن من السهل الفصل بينهم اللي هم متشابكين جدا متشابكين جدا يعني مميزين عن بعض لما بقيم فعل الصلاة بناء على الفوائد الخارجية اللي بتحصل بسببها أو لما قيم الصلاة بناء على هي بتصنع مني ايه وانا بعملها ليه دول سؤالين فعلا مختلفين عن بعض فيه تمييز منه إلا انه وانا عايش كائن مصلي وانا ابني لله وانا عايش في حالة الشركة والشراكة اللي دكتور مير كان بيكلم عليها مبارح انا بتعرض لمواقف صعبة واحبائي بيتعرض لمواقف صعبة وانا بصلي ببقى عندي هذا التساؤل هل صلاتي هتساهم في تغيير وتنجز شيء في حياة المصلى لأجلهم ولا لا فهمين قصدي فالإطارين دول متميزين عن بعض لكن الحقيقة هي ألوان حياتنا لا تخلو منهم معرفش أقول لا الإطار النتائجي ده إطار ما يعني وحش هو مش فكرة وحش هو واقعي هو ده اللي حصل هنتعرض لمواقف هنصلي فيها لأجل أمور وهنبقى عندنا هذا التساؤل هل صلاتنا لأجل هذا الأمر جابت نتيجة ولا لا ولكن يعني الموضوع يمكن يكون محتاج برضو تفكير أهدى من كلا أنا عايز أتكلم يعني بعض الدقائق كده يعني على مدار اللي يمكن العشر داي ربع ساعة على الموضوع الإطار النتائجي هتكلم كلمات قليلة عن الإطار الوجودي اللي دكتور ماهر يمكن شرحه والأعتقد أنه على مدار اليوم هيتم الرجوع له مرار وتكرار وبعدين يمكن عايز أتكلم عن يعني مفهوم مهم جدا إحنا نربطه بالصلاة إن تبقى وقت إن تبقى وقت وأنا لا أعتقد ذلك يعني إن تبقى وقت يمكن أسأل هل ممكن يكون الله بيستجيب صلواتنا من دون أن نلاحظ ولا لا الإطار النتائجي سأخسر فوائد إن لم أصلي الحقيقة الإطار النتائجي لي بذور حتى في كلمات المسيح يعني في متى سهدت الآية أنا وخد عن الترجمة العربية المبسطة ليمكن سبب معين وهي إنه في كلمة موجودة في الفن بايك ما هيش في أقدم المخطوطات ولكن الترجمة دي يمكن أضق بفيول كده لكن عندما تصلي ادخل إلى غرفتك وأغلق بابك وصلي إلى أبيك في السر وأبوك الذي يرى ما يحدث في السر الكلمة اللي جاء سيكافئك فيبدو إن الآية دي والقول ده اللي خارج عن فم المسيح شخصيا مش بيستبعد كون هناك جائزة أو نتيجة أو مكافأة للصلاة في شيء هيحصل في جائزة هتفوز بيها في مكافأة ستنالها فان بايك يترجمة سيكافئك يمكن علانية إن هي دي يمكن الكلمة الغير موجودة في أقدم المخطوط سيكافئك في حاجة في الآخر منتظرك المدارس وقلوبنا بشكل يعني فردي كل واحد فينا بيفكر في الجائزة دي بشكل مختلف عن الثاني أنا أريد أن أكتفي بيمكن مدرستين يسوع شخصيا في الموعظ على الجبل يشير لهم قصتين الناس عايشين فيهم أمبرح دكتور مارك كان يتكلم عن القصة المسحية أنا أريد أن أتكلم عن قصتين تانيين منهم واحدة هو يعني يعد عليها قصتين تانيين يسوع بشكل مباشر يعرض مشاكلهم ويفضح وضعهم يقول كده ومتى صليت فلا تكن كالمرائين المرائين هم الناس اللي بيظهروا غير ما يبطنوا في الآخر هم اللي همهم منظرهم قدام الناس كيف تراهم الناس فإنهم يحبون أن يصلوا قائمين في مجامع وفي زوايا الشوارع ليه لكي يظهروا للناس الحق أقول لكم إنهم قد استوفوا أجرهم الجايزة اللي هم كانوا عايزينها خدوها المكافأة اللي كانوا بيدوروا عليها نالوها خلاص هم كانوا بيصلوا ليه عشان يتشافوا وده الحقيقة يمكن أول يعني قصة أحبها الفتن نازل وهي القصة الدينية قصة المجتمع المتدين قصة المجتمع اللي التقوس والمراصم والكلمات والملامح الدينية هي اللي بتحكم مين اللي يقبل فيه ومين اللي يكون مرفوض منه يشوى بيقول لهم وهو بيخاطب يهود بيخاطب ناس متدينين بطبيعة الحال بيقول لهم أنا مش عايزكم تعيشوا في هذه القصة الدينية اللي الجايزة اللي يعني مبتغى ومنتهى مساعي كل الناس فيها هي الحصول على اللي يبولس الرسول يسميه في تيموث ثانية صورة التقوى لهم صورة التقوى الآية بالمناسبة في تيموث ثانية بتكمل ولكنهم منكرون قوتها هي شكل خارجي ولكن ليس له جذور داخلية منظر من بره انه بيصلي بيعرف يصلي ملكزم في الصلاة كل الاجتماعات بيحضرها كل الادسات بنشوفه فيها كل المراسم بيبقى متواجد فيها مفيش حاجة بتفوده كل الفروض بيقديها إلا انه ده مش نعكاس عن اللي حصل جواه لا هو مجرد قشرة خارجية للظهور قدام الناس بيها ولكن لب الانسان بيدور على الحاجة التانية جواهر الانسان بيدور على الحاجة التانية والحقيقة صورة التقوى دي نافعة جدا يعني يعني احنا في مجتمعاتنا اللي بطبيعتها يعني متدينة عارفين قد ايه انه حتى عالم البيزنس وعالم السياسة في منطقتنا العربية كلها مرتبطة بصورة التقوى يعني انت هتروح تشتري من الاخ المؤمن ليه ده يعرف ربنا ده اكيد مش هيسرقني ده اكيد يهم مصلحت نفس الكلام بالمناسبة على اختلاف الاديان اللي احنا في المنطقة اللي عايشين فيها الامال والاعمال وبالمناسبة اغلب من يسعى لصورة التقوى بيكون فعلا مدفوع مدفوع بمشاعر عميقة من الخز اللي بتدور على القبول وبالذنب اللي بيدور على الشعور بالسترة وبالخوف اللي بيحاول يدور على الشعور بانه هو في وصن الجماعة مطمئن مدام كلنا بنعمل كده انا مش لوحدي انا مش لوحدي اللي حصل فيها كده فبتبقى محاولة لتغطية اصوات الغزي والخوف والذنب اللي قلب الدنيا قلب الدنيا جواي بالمناسبة في صورة تقوى احنا يمكن مش بناخد بالنا منها بس هي خداعة قوي تعرفين واحد من الفلاسفة العبقرة اسمه فيتكنشتاين كان يقول ما فيش أصعب من ان الانسان ما يخدعش نفسه يعني أصعب حاجة ممكن تعملها هي انك انت تبقى توجه نفسك بالحقيقة دي أصعب حاجة طبعا ارمية قبليها بألفين سنة قال ان القلب أخدع من كل شيء حاجة عرف حاجة صعب جدا انك انت تلقط هو انت بتعمل اللي بتعمله ده ليه احيانا وأتكلم عن نفسي احيانا وأتكلم عن نفسي بنصلي لأجل أمور وبنبقى متمسكين انها تحصل وبنبقى مستنين اللحظة اللي فيها تحصل علشان أروح لبقية اخواتي وقلهم على فكرة أنا اللي صليت لأجل الموضوع من الآخر كده أنا اللي قلت الربان يعمل لكم الحكاة دي وممكن تكون الصلاة بحرارة شديدة وفعلا أنا عايز الموضوع ده بس لأن القلب أخدع من كل شيء فالحقيقة اللي أنا فعلا بدور عليه مش إنه المشكلة دي تحل ولا إنه الأخ ده مسهن يقوم بالسلامة ولا أنا مستنى إنه بعد بالمشهد دي أروح في زيارة هادي أكده وقور أقولهم صليت لأجلكم شوفوا أنتم بقيتوا فين بسبب صلاتي يعني صورة التقوى ده اللي فعلا بدور هي دي الجايزة هي دي الجايزة هو ده اللي أنا فعلا عايز صورة القصة الثانية اللي يسوع في نفس السياق ده الحقيقة في نفس إطار المعيضة على الجبل بيشير لها هي قصة الوثنية اللي كان دكتور ماهر أشار إليها إمبارح وأنا هأمر عليها مرور سريع فبيقول كده في متى ستة فلا تهتموا قائلين ماذا نأكل أو ماذا نشرب أو ماذا نلبس فإن هذه كلها تطلبها الأمم أباكم السماوي يعلم أنكم تحتاجون إلى هذه كلها ده أندرو هيكلمنا عن الموضوع لكن اطلبوا أولا ملكوت الله وبره وهذه كلها تزاد لكم القصة الثانية اللي المسيح بينبه ليها هي القصة الوثنية القصة الوثنية إن كان في جيزة بتخلينا ندور عليها اللي إحنا فعلا نبقى عايزينه يمكن يكون من المناسب أن نعبر عنهم بالكلمتين دول الرخاء والاستقرار هم دول الجايزة هو ده اللي أنا في معل بصلي علشان أوصل له هي دي مكافئتي إيه الرخاء يبقى فيه ثروة يبقى فيه غنى ما يبقى فيه فقر والاستقرار عايزين الأوضاع تبقى آمنة وجيدة ومستمرة في حالتها دي فنبقى يعني الجايزة اللي إحنا من دور اللي إحنا عايزينه عايزين ربنا يحمينا من المرض ليه علشان لو إحنا مرضنا ده يهدد إيه استقرار مش عايزين حد من العيانين في عالتنا يموت ليه لأنه لو مات ده هيهدد استقرارنا مش عايزين حد من الأعادي اللي بيضايقونا في الحياة ينتصل يعني عايزين ربنا هو اللي ينصرنا على أعادينا ليه لأنه لو هم انتنصروا علينا ده برضو يهدد إيه استقرار فنلاقي صلواتنا وبالمناسبة يعني بعض الإحصائيات تتعاملت تقريبا لقوا إنه 93% من صلوات المصلين أي أن كانت دياناتهم هي في الهاية الطبية في طبيعتها يأما متعلقة بالسفر والمروح المجي يعني دول 93% من الصلوات من الصلوات موجهة إما في المسائل الطبية أو في مسائل التحرك في شعور بالتهديد العام في شعور بالتهديد أو في شعور بالخوف العالم ده عالم كبير قوي وعالم خطر خطر إن أنا أتحرك في الوحده فأعمل لدكتور مهر كان يتكلم عنه مبارح أقوم محاول ألجأ لقوة خارقة عليا جبارة وخليها تشتغل معايا وأنا رايح وأنا جاي وأنا بتعامل مع المرض ده وأنا بتعامل مع الأزمة دي وأنا بتعامل مع محاولة المضايقة اللي جلالي 93% من كلامنا مع ربنا بيبقى عن هذه الأمور ما تتعلق بالرخاء والاستقرار والفلوس والمضايقات والمرض من المدهج بقى أن يسوع وهو حطت القصة الوثنية في الخلفية بيطلع أجمل وأروع موضل نموذج للصلاة اللي تجابوا لهم فلا تتشبهوا بهم لأن أباكم يعلم ما تحتاجون إليه قبل أن تأسألوا لما تيجوا أنتوا تصلوا ما يتبقاش الجايزة اللي بتحكم صلاتكم وقلوبهم وإنتوا بتلتجوا إليها هي الرخاء والاستقرار صلوا أنتم هكذا ويديهم سبع طلبات فيقول أبانا الذي في السموات ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك خبزنا كفافنا أعطينا اليوم اغفر لنا ذنوبنا لا تدخلنا في تجربة لكن الجناة من الشري سبع طلبات ستة منهم متعلقين بأمور روحية لها علاقة بملكوت الله وبره وانتماءنا لي واحدة في نص واحدة من سبعة نقول فيها خبزنا كفافنا أعطينا اليوم وكانوا بيتحدى هذه القص وانتوا بتصلوا مش المتوقع أن تبقى أكتر من تسعين في المية من كلمتكم هي موجهة في هذا الاتجاه المشاكل المتعلقة برخاءكم واستقراركم وأمانكم المتوقع أن يبقى ستة من سبعة من وقتكم ستة على سبعة من وقتكم موجهة في قصة الله موجهة في قصتكم مع الله وتوجد مساحة مناسبة لأنه كنت تتنقشوا المشاكل المتعلقة باحتياجاتكم الطبيعية اليومية ربنا لا يحتقرها أباكم لا يحتقرها أباكم مش يقول لكم ما مش عايز أسمع كلام في الموضوع مش دال ليه ربنا مش دال ليه بيتقال لكن بيتقال توضع في مساحتها المناسبة لكن أغلب الوقت يخصص في القصة الصحة لكن لو أنا مندمج مع القصة الوثنية اللي بالمناسبة أغلبنا إن لم نكن كلنا يعني مندمجين معها جدا كلنا بندور على الفلوس كلنا بندور على الصحة كلنا بندور كلنا بندور على هذا ولأن دي مش ظاهرة جديدة من زمان خالص من زمان خالص كانت بتبقى في ممارسات معينة إنسانية إحنا بنسميها صلوات سحرية عارفين التعويض اللي بالمناسبة الصلوات الربانية نفسها هي شخصيا أحيان كثيرة وفي أطر كثيرة بتتحاول هي شخصيا إلى تعويضة يعني يعني هذا بالزبط عكس المسيح كان يقوله كان يقولك شاهد القصة الوثنية أنا بعملك عليها وبقولك صلي كده تؤمن تواخن الصلاة لو قالك تعمل بها على القصة الوثنية وتقول وتجندها سبحان نحن نحن أسكية نحن أسكية جدا نحن أسكية جدا جدا نحن نخدع نفسنا بكل سهولة لو مواخدين دي هي ومكرسينها في إطار القصة الوثنية فنستخدم الصلاة الربانية وغيرها من صلاوات فإن هي تحاول تعمل لنا مفعول سحري في موقف ما وإحنا بشكل عام كبشر دي بقى إحصائيات ودراسات وتجارب وتاريخ يعني يقول إن عندنا ميل عالي جدا 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 للإيمان في الخرافة إحنا إحنا متقلقين في هذا المجال إحنا متقلقين في هذا المجال إيه الخرافة هي إنه أنا مش قادر أحتمل وقع إني صغير ومسكين ومحدود وضعيف وده واقعي ما أقدرش أحتمل ده لو عشت بيه كده أنهار فبعمل إيه كحية الدفاعية بحاول أشوف قوة زي ما كنت نسى بتكلم وأسخرها ولإني معرفش أعمل كده في فراغ بحاول ألاحظ يا ترى لما أنا قلت مثلا الكلمة الفلانية وأنا بصلي لأجل أنه الآلهة تمطر أنهي صلاة فيهم بأنهي كلمات فيهم اللي خلت المطرة تنزل لو فعلا صليت بالطريقة المعينة والمطرة نزل الثاني يوم اطلقت عندي اتحفرت في الزاكرة فهاجي المرة اللي بعديها وهم عامل مصلي الصلاة طب ما اشتغلتش المرة الجاية أجرب غيرها في تطوير معين حصل على الصلواية ومتعامل مطبق التطوير لما اشتغل يعني ومكمل وهكذا بعمل أبديت كده السنلة بتاعتي والتقوص بتاعتي على حسم أنهي اللي بتجيب نتيجة ففي النهاية فعلا الافتراض اللي أنا باني عليه هو إن لما هقول الكلمات الصح ومارس تقوص الصح المعجزة ستحصل القوة الإلهية هتعمل اللي أنا عايز هتشتغل هتشتغل تانك وإحنا الحقيقة فعلا عندنا الميل ده ومفيش مكان في رأي بنشوف في ميلنا للخرافة دي أكتر من الملاعب الرياضية مش في الكنيس مش في الكنيس في كل حتة بس ملاعب الرياضية تندهش تندهش من إزاي البشر من دول مختلفة ومن أديان مختلفة عادت وهي دخل الماتش وهي دخل شوت البانالتي وهي دخل في أي نقطة حساس يعني في موقف المباراة تلاقي فجأة في ممارسات وتقوص معينة بتتعمل واحدة من الظواهر يعني واحدة من المفكرين اللي لفت نازل اليوم بيظن إنه توجد لازالت علاق ما بين وما بين الكرة وإن حركة جسمه هي بشكل ما هتؤثر فيه مصار الكرة وهي طائرة وهتوصل للحتة دي 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 واحدة من الدراسات اللي كانت بتحاول تقول قدي إن إحنا عندنا ميل عالي للتصديق في الخرافة لأنه أكيد أنت لما تعمل كده وكده لو شايت هواحش هتبوس يعني ما هيعمل زي ما تعمل أرقص وانت واقف في الآخر الكرة مش هتروح نحيد بحتة لأنت عايز لكن يبدو إنه شيء بيحصل بشكل تلقائي بشكل تلقائي بشكل عفوي إني مش قادر أصدق إنه ما ينفعش أكون لازالت ليا تأثيرات تتحكم حتى في الحاجة اللي أنا فعليا مش متحكم فيها عايز الموضوع هذا سهل تصديقه سهل تصديقه بالنسبة لي وعلشان كده أحيان كتير فعلا بينهم مكررسين الصلوات بكيفية مشابهة بكيفية مشابهة وبيبقى إحساسي إنه أنا رمية الكرة خلاص والكرة في الهواء دلوقت أنا ما عرفش أعمل حاجة ما عرفش أخذ قرار مالي ما عرفش أخذ قرار طبي ما عرفش أخذ قرار يعني في إيدي يعني فأمعامل مكمل حركة جسم يعني فتتحول الصلاة تتحول الصلاة من كونها وقوف أمام الله كما كنا بنسمع مبارح لكونها محاولة للتحكم محاولة للتحكم في هذا الإله في هذا الوقع الكبير الكبير علينا في نفس الموعظة كان يشعب يصطدم بهذا الميل لمحاولة التحكم فقر أنه يبتدي تطويباته بأنه يطوب ويبارك ويقول يا بخت ويا سعد ويا هنة مين مش المتحكمين يا بخت يا سعد يا هنة المساكين اللي عارفين حجمهم اللي عارفين أنه هم كائنات صغيرة محدودة أنه هم عارفين أنه هم كائنات ضعيفة كائنات لا يمكن أن تعتمد على أنفسها في الوجود بل بالتعريف تستمد وجودها من خالقة دول دول المساكين دول الغلابة دول اللي عارفين حجمهم دول هم دول اللي بيسهولة يعرفوا يعيشوا في قصة المسيح هم دول اللي يعرفوا يلاقوا لنفسهم مكان في القصة المسيحية المؤسسة على نعمة الله في المقام الأول مش على قدرتنا في التحكم فبعمل المفارقة دية فبقول كده الصلاة هي موقف متوقع من كائن مخلوق لو أنا عندي هذا الوعي هذا الوعي بمخلوقيتي هذا الوعي بمسكنتي هذا الوعي بصغري هذا الوعي بأنه لا يمكن أن أتحكم في هذا الكون فالحقيقة وعي بهذه المحدودية من المتوقع أنه هو يجبني المين للخالق وأنا بقول له أعني أعني أنا معرفش عيش من غيرك معرفش أوجد من غيرك معرفش أحيا من غيرك بك أحيا بك أتحرك بك أوجد يس مش بعمل كده إلا لإني فعلا فعلا شاعر بصغري أما خراف للتحكم فبتنبع عن قلب كائن ساقط متمركز حوالين ذاته بقى هو قلب الأحداث بقى هو قلب الكون وبيحاول أن يسخر قوة الآلهة إن جايسني أننا يعني أشابه لصالحه ولصالح مصلحته ولصالح رغباته فيه فرق كبير جدا بين الصلاة ومحاولة التحكم إحنا نصلي وإحنا صغيرين واحد من الشراح الجمال جدا ديفيد جودين الدرس النهاردة هديك حاجة حلوة فالبنت لأن الجايس اللي هي بتدور عليها هي الحاجة الحلوة هي نفسها تكون حاجة حلوة هتعمل هي هتتدرب بالمناسبة يعني أغلب الآباء من هنا أعدوا على مراحل أعتقد يعني شبه كده والبنت دي عندها 13 سنة ما بتبقاش الحاجة الحلوة قوي هي اللي بتحرك مش هي دي الجايزة اللي يعني عينيها تبقى يعني مشغولة بيها لكن البنت مثلا هتبقى بتدور على أنه لما تعزف كويس تعزف كويس قدام صحابها وقدام الناس فالناس بعد ما تخلص عزف تعمل تسقف نها فتلقى القبول تلقى الترحيب تلقى التقدير هو ده اللي هي فعلا بتدور عليه فهتتضرب كثير عشان اللحظة دي هتتضرب كثير عشان لما تعزف كويس الناس تسقف له بيقول لكن لو هي عندها 45 سنة ما بقيتش الحاجة الحلوة هي اللي بتحرك ولا بتسيق في الناس يمكن هو اللي طويل شاق مليان بالصعاب مليان بالمشاكل هتلاقيها بشكل تلقائي بتروح على البيانو وبتيتعزف واللحظات دي هي اللحظات اللي فيها هي بتشعر بسلام بتسترد نفسها بتفتكر هي مين بيقول جايزة هنا اختلفت نوعها اختلف ما بين ان هي حاجة نفسنا ان احنا نكلها ونتلذذ بيها زي ما يتعلق بالرخاء والاستقرار لان هي صورة تقدم للناس ان الناس تبقى متقبلانا وتسقفلنا وترحب بينا وتقدرنا لانه بقى حالة من السلام الداخلي والتذكر ان حياتي فيها اكتر من مجرد المشاكل والصعاب الجايزة هي انها بقت عازفة دي الجايز انها منين ما تحب هتعرف تعد وهتعسف وهتشعر وهتشعر بالسلام اللي يمكن ده يكون بالنسبة لها الجايزة اللي هي محتاجها في اللحظة اللي هي فيها واحنا بنصلي القصة المسيحية مش بتحاول ان هي توعدنا بحاجة حلوة لو انتو صليتوا ولا علشان تبقى مقبول في وسط الناس اللي بيدينوا بديانتك ولكن انا عايز اصنع منك مصلي عايز امتعك بالسلام معايا ومع نفسك ومع الاخرين عايز اصنع منك هذا الانسان الالهي اللي بيحيا في شلوم بيحيا في انسجام هنا ادخل لي الاطار التاني والاطار الوجودي فتكلمنا عن الاطار النتائجي البحث عن جيزة عن فايدة لو ما صلتش هقسر فويد معنا ايه الفويد اللي بنتحرك فيها صورة التقوى ده اللي طرحته وما يتعلق بالرخاء والاستقرار القصة المسيحية بتقدم شيء اخر قصة المسيحية بتحط احتياجاتنا الطبيعية في حجمها المناسب وبيت وذكرنا احنا كمان بحجمنا الحقيقي احنا مش بنتحكم في الله احنا مخلوقين من الله احنا تحتي مش في ايه بنؤمره وبنقوله يعمل يوم يعمل شيء لطار الوجودي مش اطول في كتير ولكن ساخسر انت بتخسر انت بتبقى حد تاني لو انا هذا الشخص فجزء اصيل من وجودي هو الوقوف امام الله هو المثول امامه هو الكلام معه وسماعي للكلام منه هو الحوار اللي دائر ومستمر ومنتظم انا ما بقاش انا لو ما كنتش بصلي وقال لكم حاجة والكون ده ما يبقاش الكون لو توقفت فيه الصلوات ايماننا انه الكون اتخلق في الاصل اللي كي يكون هيكل لله منتظر انه تبقى فيه حراك صلواتي عملاق بالمناسبة يعني الهوى اللي احنا عايشين فيه ده هو مش بس يعني ملبت بال بالالكتروماجنيتك ويف بالموجات الكهروماردسية اللي طلع من جهاز لجهاز لا لا ملبت بالصلوات على فكرة هذا الكون بتصدر عنه وهذه الأرض بتصدر عنها صلوات كتير قوي كلمات موجهة لآلهة ايا كانت الكلمات دي ايه وايا كانت الالهة دي ايه وايا كانت الطرق اللي بتوجه بها هذه كلمات الجو مليان صلوات وده يقول لنا على فكرة على الحالة المكسورة بتاعتنا وكاننا عارفين انه المفروض الكون دي يبقى فيه حراك صلواتي لكن مش دايما نابع من قلوب زي ما ربنا عايزها ولا موجهة لله الحقيقي ولكن في حراك وعشك احنا برضو بنصلي بالمناسبة واحدة برضو من الاحصائيات كانت بتكلم عن انه تقريبا مش متذكر الرقم بالزبط يعني هقول بالتقريب من تمانين لتسعين في المية من الملحدين بيصالوا بانتظام بالتعريف الاوسع للصلاة وهي وحاولت اللجوء لقوة اعلى للاستغافة بيها واحدة من الحصائيات الغربية مش احنا كبشر موضوع ان احنا بنصلي ده يبدو كأنه فعلا غريزي فينا طبيعي فينا لكن لو توقف عند كونه غريزي وطبيعي فمن السهل جدا ان يضلل نه من السهل جدا ان نحول لهذا الاطار الى اطار خرافي دي كلمة يمكن اللي توصف بيها شاول الترسوسي حياته في تبعية المسيح انه لو انت هتدور عليه هتلاقي بيعمل ايه بيصلي دي علامة واشارة مباشرة على التغير الجذري اللي حصل في حياته انه نوعية حياته بقت متسمة بال بالصلا واحد من اسدتي العادة بالمناسبة يعني برجع لي في التجارب اللي انا بتكلم عليها ده هو يعني راجل عبقري بختلف معاه في حاجات كتير كده هو عبقري وانسان ودود ومحترم جدا اسمو ديل أليسن ده ريسلي في امريكا وقضيت معاه اربع شهور في الفصل وفي لقاءات شخصية وهو اللي كان يتحدث عن التجارب اللي لها علاقة ب الملحدين وصلواتهم اللي علاقة ب مضمون الصلوات الراجل ده راجل بيدقق دائما في حاجات عادتنا ما تجيش على بالنا يعني فالراجل ده الحقيقة في واحدة من الفصول وإذا كان يتكلم كانت المحاضرة عن الصلاة وقال لأنا عايز يقول لكم حاجة الصلاة دي ظاهرة مش مفهومة بالمر كلنا بنصلي أيا كانت أشكال وألوان ومفاهيم الصلاة عن ده إلا إن إحنا داخليا المقتنعين إن الصلاة دي ملهاش أي لازمة It makes no sense وقدم لنا الحقيقة معضلة أنا يعني أخدت المعضلة دي وحولت أننا يعني أبلورها بشكل يمكن أوسع من اللي هو قال وهي كالتالي وفكروا فيها معايا لو كنا بنصلي علشان نحنن قلب ربنا فده معنا إننا أحن من ربنا ولو كنا بنصلي علشان نعرف ربنا بالحال فده معنا إن إحنا أعلم بالحال من ربنا ولو كنا ربنا حني وربنا عارف وإحنا بنصلي علشان نقوله يعمل إيه في الموقف ده وكأننا بنعلمه المفروض الآله تتصرف إزاي في المواقف المختلفة وكأننا بنحاول نعقله وندربه على إنه يكون إله شاطر فده معناه إن إحنا أحكم من الله وبما إنه أكيد لو الله هو الله فهو بالتعريف أحن وبالتعريف أعلم وبالتعريف أحكم فلماذا نصلي دي فقرة حلوة ممكن تأتي يعني ممكن نسيبك ثلاث دقائق كده تفكروا تفكروا بس معضلة حقيقية معضلة حقيقية إحنا منصلي ليه لو هي يعني لو هو ده المش لو هي دي الصورة بعد ما قلنا المعضلة ده يعني ده اللي أنا عايز يعني أوصل لي بعد ما قلنا المعضلة طبعا أتمنى بعد المؤتمر المعضلة تكون تفكت عندنا يعني أتمنى يعني هناك طرق ثانية نفكر بها أنا خايف لأه هي الحاجة التي نطلع بها دايما نحن نستطعب شيئا معينة ونغيّم بقية الحاجات ونمشي بها لكن بعد ما قل هذا طلع على البورد وقعد كتب حروف كال عائلته وكل الناس يعتبر مهمين بالنسبة له وقال وبالرغم من أني مقتنع تماما أن الصلاة لا يوجد أي قيمة أنا كل يوم أصلي لأجل أسمائتي لأن هذا الموقف طبعا أنا لا متفق في الإطار كله ولكن هو موقف هو يرى في نفسه أن الغرض من الصلاة والجائزة في الصلاة أو المهم في الصلاة هو أن هي تصنعني كإنسان معين عايش في حجمه الحقيقي كمخلوق أمام الله أنا لإني كان صغير ما عرفش ربنا بيشتغل إزاي ما عرفش ربنا بيعمل إيه ما عرفش ربنا بيتحرك إمتى وفين إزاي ومع مين فأنا هعمل اللي المفروض أعمله اللي المفروض أعمله ككائن بينتمل لتراديشن مسيحي ككائن بيصنف نفسه هنعود هعمل إيه هنا يعني إيه كده إيه مش عايزة إنحراف ولكن زاوية أخرى وجهة آخر للموقف الوجودي الموقف الوجودي ليس موقف الوجودي الفعال الكتاب الذي دكتور مال كانت تتكلم عنه موقف وجودي آخر كنا من تتكلم عن الجائزة وان القصة الدينية تبحث عن صورة التقوى القصة الأثنية تبحث عن رخاء الاستقرار الموقف الذي أتكلم عنه مش بيفكر في الجائزة خالص هو موقف يائس ومسؤول موقف يائس لأنه مش منتظر حاجة ولكنه مسؤول بمعنى أنه مش هيبطل يصلي هو مكمل يصلي ولكن مش متوقع أي شيء من صلاته هو هيصلي لأنه الناس دي غالي عليه وما يصح ما يصلي هو هيصلي لأنه عارف أنه كائن مخلوق وصغير وما فيش حاجة اسمها أن أنا أظن في نفسي أن أنا عارف أعول نفسي بنفسي وأن أنا أبقى ماشي حال بحال ده أنا صغير جائن مسكين جدا إزاي ما التجئش للخالق وقال له إلحقني وقعد معي ودبر لي أحوالي وش في للعيال وساعدني ووكلني وشربني مقدرش أنا كائن فهو كائن واعي لمحدوديته واعي لصغره وفي نفس رؤية كائن محب للآخرين فهو مسؤول ويصلي بس هل بعدما يقول أمين منتظر أي حاجة تحصل لا هو عارف أن العالم أعقد وأكبر من كده بكتير قوي أكبر بكتير قوي من أن صلوية من صلواته تعمل فيها تأثير تعمل فيها تغير الموقف ده بسميه الموقف اليائس المسؤول اللي بيبص على العالم عنه أكبر مننا أكبر مننا بكتير بس الموقف ده الحقيقة رقم منه على فكرة يبدو أنه الموقف الواقعي صح يعني الموقف الواقعي صح يعني كم هذه الرؤوس ده يعني يقلق مش عارف ويقم يقلق بس سعد بتخيل إن لو البحث عن اللذة والرخاء والاستقرار هو بيعبر عن الصلاة الطفولية الصلاة للأطفال يعني طبعا أطفالنا غالين جدا علينا حلوين وأبرياء وطيبين وجمال جميل جميل بس أغلب صلوات الأطفال أغلب صلوات الأطفال بتبقى مرتكزة حوالين ذات ده شيء طبيعي ده جزء مرحلة من حياته الأنانية يعني في جينات هذه المرحلة التماركز حوالي الذات فإن كانت طبعا يعني آسف لو إنت سمعني بقولك صلوات ابنك صلوات وثانية يعني مش بحاول أزعلك من ابنك أنا بحاول أرى توصيفة التماركز حوالي الذات ده فكرة التماركز حوالي الذات والصلاوات اللي فعلا كلها بتدور حوالي أنا أنا وأنا وأنا أريد وأنا أريد طبعا ركزوا أرجوكم في صلوات أولادكم بعد كده هتلاقوا الصلوات غريبة جدا وكل ما تكون الصلوات صريحة أكتر وجريئة أكتر هتلاقوا صلوات فيها كمان خناء ما واحد ثاني يا رب يعني دايقه يا رب أنا ضربني دا يا رب هتلاقي الصلوات يعني الصلوات اللي بتتكاثر في القصة الدينية تبدو كأنها صلوات مراهقة صلوات بتبحث عن قبول المجموع صلوات بتدور على تسئيف الناس اللي حوالي فيبدو لي يبدو لي أن الموقف اليائس المشؤوم وكأنه صلوات عجائزية شخص عاش العمر كله وشاف ياما وعني ما بقيتش بتطمح بسهولة ما بقيتش بسهولة بتصدق ما بقيتش بسهولة بتراهن على الوعود بيتحس أن مرت بخبرات فشل وخبرات إحباط كتير جدا فعند آخر حياتها وهي قريب قوي من الفناء قريب قوي من الموت وعية جدا لمحدوديتها وعية جدا لمخلوقيتها وعية جدا لصغرها ولمسكنتها تليها مش بستميح مش بستميح ولكن أرجع للموقف اليأس المسؤول صحيح العالم أكبر مننا بكتير لأننا كائنات مخلوقة مسكينة صغيرة ولكن هذه المخلوقات الصغيرة المسكينة استقبلت إنعام إلهي معين أعطت لها سلطان حيث أقرى معاكم نصين في منتهى الغموض والغرب يورون على فكرة العالم فعلا كبير العالم كبير والعالم غريب جدا العالم أغرب وأكبر مما نتخيل بالمناسب نصين دون يورون إنه العالم مش بس اللي احنا شايفينه كبير لكن العالم اللي احنا كمان مش شايفينه كبير قوي قوي والغريب والغريب إنه نصين دول بيكلموا على إنه صلواتنا يبدو إنها بتساهم في الحراك في العالم الكبير قوي قوي نص الأولاني في دانيال عشر نص طويل 21 عدد ولكن أتمنى إنه تجاهدوا معايا في محاولة التركيس فيه أنا مش هعمل أكثر من بعض التعليقات الخفيفة علي في السنة الثالثة لكورش ملك فارس كشف أمر لدانيال الذي سمي باسم بلتشاصر والأمر حق والجهاد عظيم وفهم الأمر وله معرفة الرؤية في تلك الأيام أنا دانيال كنت نائحا ثلاثة أسابيع أيام لم أكل طعاما شهيا ولم يدخل في فمي لحم ولا خمر ولم أدهن حتى تمت ثلاثة أسابيع أيام بقالوا صايم مكرس ثلاثة أسابيع في التضرع إلى الله متذلل ومنكسر أمام رب قالوا أده ثلاثة أسابيع واحد وعشرين يوم وفي يوم الرابع والعشرين من الشهر الأول إذ كنت على جانب النهر العظيم نهر ديجلة رفعته ونظرته فإذا برجل لابس كتانا وحقوان متنطقتان بذهب أوفاز وجسمه كالزبرجل وواجهه كمنظر البر وعينه كمصباحي نار وذراعه ورجلان كعين النحاس المسقول وصوت كلامه كصوت جمول شاف رؤية عظيمة مهوبة مخيفة فرأيت أنا دانيال الرؤية وحدي والرجال الذين كانوا معي لم يروا الرؤية لكن وقع عليهم ارتعادا عظيم فهربوا ليختبئوا فبقيت أنا وحدي ورأيت هذه الرؤية العظيمة ولم تبقى فيه قوة ونظارة تحولت فيه إلى فساد ولم أضبط بص 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 معلش ركز معي في كام عبارة هنا بيحاول النص بيها ده يرسم سورة دانيال المسكين دانيال الصغير دانيال الضعيف دانيال اللي كائن مخلوق يعني غلبان قدام المشهد العظيم اللي هو بيشوفه لم تبقى فيه قوة نظارتي تحولت فيه إلى فساد لم أضبط قوة سمعت صوته كلامه ولما سمعت صوته كنت مسبقا على وجهي ووجهي إلى الأرض وإذا بيد لمساتني وأقامتني أقامتني إيه مرتجفا على رجبتي وعلى كف يدي وقال لي يا دانيال أيها الرجل المحبوب افهم الكلام الذي أكلمك به وقم على مقامك لأني الآن أرسلت إليك ولما تكلم معي بهذا الكلام قمت ولكني لازلت إيه مرتحت مسكين مخلوق غلبان ضعيف محدود لكن محبوب من الله مختار من الله مقام من الله المفرقة دي هي اللي بتحكم حياة دانيال وحياةنا كائنات مسكينة ضعيفة محدودة مخلوق لكن لها سلطان مختارة من الله محبوبة منه ومشتركة في قصته نكمل بقى بقية الكلام فقال ليك هنا طبعا احنا بنسمع بقى أغرب كلام بنسمع في الجاي ده أغرب كلام فقال ليك لا تخف يا دانيال لأنه من اليوم الأول الذي فيه جعلت قلبك للفهم ولإذنال نفسك قدام إلهك من اليوم الأولاني اللي انت قررت تبتدي فيه صيامك وصلاتك سمع كلامك طبعا على مدار الثلاثة أسابيع دانيال مكمل سوم هل شاف أي حاجة لا هل كان عنده شعور بأن صلواته دهية سمعت بأي كيفية من الكيفيات لا واقعوا ليسال كما هو بالزبط قد يكون أضيف لي إحباط قد يكون أضيف لي شعور بالعتاب ناحية ربنا قد يكون مصحوب بشعور باليأس ما خلاص أنا بقالي كتير صايم بقالي كتير بصلي بقالي كتير ماشي المشواردة ما فيش حاجة بتحصل بيقوله من اليوم الأول سمع كلامك وأنا قتيت لأجل كلامك ورئيس مملكة فارس وقف مقابلي واحدا وعشرين يوما إيه بقى موضوع رئيس مملكة فارس ده هنا بيتكلم عن عالم تاني هنا بيتكلم عن عالم غير منظور بيتكلم عن كائنات روحية يبدو أن هي في حالة حراك وفي حالة تفاعل مع الأحداث من الدائرة في الأرض فالملاك المكلف من هو يأتي برسالة إلى دانيال وهو عايش في مملكة فارس يبدو أن فيه كائن روحي إنجاز ليه؟ أنا مسؤول عن منطقة يعني المنطقة دي يعني إيه تحت إشراف الكائن ده هو واقف من دول الملك لا سيادتك مش هتمر لا لا أنا لا أحد تحت لا أنا سيادتك مش هتمر وفضل بقى في المناشة دي لمدة كم يوم طبعا أنا بحكي حكات غريبة جدا يعني أنا بحكي حكات غريبة جدا وقف واحد وعشرين يوم لغاية لما إيه حصل التاني عمال بيصلي وبيسوم تحت مكمل زي ما هو بعد واحد وعشرين يوم وهو ذا مخايل واحد من الرؤساء الأولين مخايل ده الرئيس ده الملاك المكلف بالاعتناء والإشراف على أمور اليهود فمخايل جاء علشان يدخل في هذا المشهد وفي هذا النقاش المحتدم يعني فمخايل جاء لإعانتي وأنا أبقيت هناك عند ملوك فارس ده حاجة تانية بقى يعني وجئت لأفاهمك ما يصيب شعبك في الأيام الأخير لأن الرؤية إلى أيام بعد فلما تكلم معي بمثل هذا الجلام جعلت واجهي للأرض وصمت وطبعا أنا مش عارف أي حاجة يعني أنا يعني ده شيء يعني أنا طبعا مش عارف هو المفروض أقول ليه يعني 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 أنا قلت أي حاجة ممكن ها أكيد أغلط يعني أي حاجة دلوقتي فيه ناس كتير هنا يعني مش عارفة وهو ذا كشبه بني آدم لمس شفتي ففتحت فهمي وتكلمت وقلت للوقف أمامي يا سيد بالرؤية انقلبت علي أوجاعي فما ضبطت قوة فكيف يستطيع عبد سيدي هذا أن يتكلم مع سيدي هذا وأنا فحالا لم تثبت فيه قوة ولم تبقى فيه نسمة آخر جزء فعاد ولمسني كمنظر إنسان وقواني وقال لا تخف أيها للمرة الثانية الرجل أنت مخلوق مسكين ضعيف غلبان لكن محبوب الكلام اللي بيخرج من فمك والمتعلق بمملكتي ورؤيته ومشيئتي وعملي في الأرض له وزنه سلام لك تشدت تقوى ولما كلمني تقويت وقلت ليتكلم سيدي لأنك قويتني فقال هل عرفت لماذا جئت إليك؟ أكملك بقية الدراما فالآن أرجع وأحارب رئيس فارس العركة لسه مكملة يعني وطبعا تحت هو يعني بيخر على وجهه مش شايف أي حاجة قدامه ده رأي أحارب رئيس فارس فإذا خرجته هو هذا رئيس اليونان دي مملكة لسه جاية يعني مملكة لسه مدخلتش في التاريخ أساسي بس يعني مع ملاح سابق يعني جاية في السكة من العالم الثاني واخدى بس أي وقتها يعني رئيس اليونان ولكن أخبرك بالمرسوب ولكني أخبرك بالمرسوب في كتاب الحق ولا أحد يتمسك مع الأولاء إلا مخايل رئيسكم دي عركة كونية عملاقة كبيرة جدا يبدو 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 أنه بالرغم من أنه دانيال وهو في غرفته الصغيرة في عليته الصغيرة بيصلي وصايم ومكسور ومتذلل وبيطلب إعلان من الرب وبيطلب فهم من الرب وبيطلب أنه الرب يقوده في محاولة تلمس كده هو بيعمل إيه في تاريخ شعبه دانيال قاعد في الغرفة ويبدو أنك ما نفيش حاجة بس حوالين هذه الغرفة حوالين هذه العلية فيه حراك كبير حاصل فيه حراك كبير العالم أكبر منا يس العالم أكبر منا بكتير قوي 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 والعالم الروحي عالم الغير منظور إحنا ما نعرفش عنه حاجات تقريبا إلا قليل جدا 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 إلا أنه نصوص من كلمة الله بتحاول تقول لنا اللي أنتم بتقولوه صلواتكم وأصوامكم مساهمة في حراك في عالم أنتم لا تعلمون عنه الكثير الصلاة ليها وزن ليها ثقر بتعمل حاجة بتعمل حاجة نعم فيها ولكن كمان بتعمل حاجة في عالم أنا لسه مش عارفتيني هذا العالم الحراك اللي بيحصل فيه بيؤثر في وقته في معاده في السياق اللي الرب يشوف أنه هو ده السياق المناسب لتفعيله لكن صلواتنا بتصنع فرق ده الحقيقة شرح لي مشهد تاني كنت بارد دايما باستغرامه حد عارف الصورة دي صورة مين مين اللي في الصورة دول موسى وفيه اتنين شايلين دي مين دول هارون وحور مشهد الحقيقة ملهم ولكنه برضو غريب بنقرأ عنه فيه خروج 17 فيقول كده كتاب أتى عمليق وحارب إسرائيل اللي كانوا لسه خارجين من أرض مصر فيه رفدين فقال موسى اليشوع انتخب لنا رجال واخرج حارب عمليق وغدا أقف أنا على رأس التلة وعصى الله في يدي طبعا أنا مش فاهم الخطة يعني أنا فشوفكم أطمن عليكم يعني أنا مش فاهم أوي إيه اللي موسى بيعمله ففعل يشوع كما قال له موسى اللي يحارب عمليق وأما موسى وهارون وحور فصعدوا على رأس التلة وكان ودي أغرب ما في هذا المشهر وكان إذا رفع موسى يده أن إسرائيل يغلب وإذا خفض يده أن عمليق يغلب طبعا أبشم يعني هل الجنود تحت بيتشجعوا هل هو بيرمز لشيء معين لعمليق هل هل سيبدو الموضوع مش كده فيكمل كده فلما صارت يدا موسى فقيلتين أخذا حجرا ووضعه تحته فجلس عليه ودعم هارون وحور يديه الواحد من هنا والآخر من هناك فكانت يداه ثابتتين إلى غروب الشمس فهزم يشوع عمليق وقومه بحد السيء فقال ربه لموسى اكتب هذا تذكارا في الكتاب وضعه في مسامع يشوع فإني سوف أمحو ذكر عمليق من تحت السماء فبنى موسى مذبحا ودع اسمه يهوى ميسي وقال إن اليد على كرسي الرب للرب حرب مع عمليق من دور لدور رفعت ايدين موسى واللي يبدو أنه هو كمان كفرد يعني إنجاز ليهوى مش كفاية لا 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 العمل محتاج بعمل جماعي أنا هنا مش بس رافعي ده لا الموضوع مطول عن أن أنا بس اللي يبقى رافع ايدي أنا محتاج محتاج حد يكمل معاي محتاج حد يساعدني ومحتاج حد يفضل مخلي فيه آيادة مرفوعة وإحنا رفعين آيادين يبدو يبدو إن هذه الحرب الدائرة لها انعكسات في عالم إحنا لا نراه ويبدو إنه صلوات هذا الرجل وهو يقف بعصى الله أمام الله لها تأثيرات على هذا العالم طبعا طبعا إحنا المشهد ده بالنسبة لنا نتمنى إنه يبقى حاصل عن مشهد دانيال ليه لأنه الموضوع لحظي يعني إيه يعني إحنا فيه واحد يصلي والتانيين إيه بيكسبوا والموضوع إيه يعني في السريع كده لكن الحقيقة اللي اتنين بينتموا لنفس الكاتيجري في التفكير وهي إنه اللي انت شايفه أقل بكتير من اللي حاصل اللي انت شايفه أقل بكتير من الواقع اللي عنيك تقدر تلاحظه من تغيرات بتحصل في التاريخ أقل بكتير من اللي بالفعل حاصل في حراك هذا الوجود يوجد بعد غير منظور في هذا الكون ويبدو أن صلواتنا وقفتنا رفعت إيدينا وداما الرب بتساهم في هذا الحراك الله وكأنه بيشركنا معه في هذه الحرب في هذا الصراع من خلال صلواتنا من خلال وقفتنا وقفتنا كلمت عن الإطار النتائجي كلمت عن الإطار الوجودي ويمكن تكلمت قليل قوي كلمت بس عن واحد من أوجه الإطار الوجودي اللي في رأيي هو يعني اختزال لوجودنا لمجرد أن نحن كائنات مخلوقة مسكينة وده واقع نحن كائنات مخلوقة مسكينة ولكننا لسنا فقط كائنات مخلوقة مسكينة نحن كائنات مخلوقة مسكينة لها سلطان كائنات مخلوقة مسكينة محبوبة لدى الله مختارة من الله بتسمع صلواتها وبتستجاب صلواتها مش دايما هتأثر في العالم اللحظي المرئي اللي احنا شايفينه لكنها جزء من حراك حاصل منعطف يمكن الأخير أتخيل هو ما يتعلق بمفهوم في غاية الهمية ومفهوم الإيمان أنا عايز أمر بشكل سريع جدا على نصين ممكن أكافي بهم بسرعة شديدة يحاولوا يقربون شوية لهو الكتاب منين ما بيكلم عن الإيمان خاصة في العهد الجديد بيبقى قصده ايه؟ بيبقى قصده ايه؟ والمشي الأولاني ممكن أخده من إنجيل متة واحد من النصوص الشهيرة والصعبة الحقيقة ولا أعد أن أخلص فيه كل شيء ولكن هو موضوع يستحق أن احنا نبقى منفكر فيه في متة السبعتاشر بعد ما المسيح بينزل هو ويعقوب وبطرس يوحنى منه على جبل التجلي بيحصل مشهد في غاية الأهمية يذكر متة في الساحة السبعتاشرة فيقول لما جاءوا إلى الجمع تقدم إليه رجل جاثيا لهو قائلا يا سيد ارحم ابني فإنه يسرع ويتألم شديدا ويقع كثيرا في النار وكثيرا في الماء وأحضرتوه إلى تنميذك فلم يقدروا أن يشفوه فأجاب يسوع وقال أيها الجيل غير المؤمن الملتوي إلى متى أكون معكم إلى متى أحتملكم قدموه إلى هاهنا فانتهروا يسوع فخرج منه الشيطان فشفي الغلام من تلك الساعة ثم تقدم التلاميذ إلى يسوع على انفراد وقالوا لماذا لم نقدر نحن أن نخرجه فقال لهم يسوع لعدم إيمانكم فالحق أقول لكم لو كان لكم إيمان مثل حبة خردة لكنتم تقولون لهذا الجبل انتقل من هنا إلى هناك فانتقل ولا يكون شيء غير ممكن لديكم في إضافة لهذا النص في متى 17 ولكن الحدثة في مرقص 9 المسيح يجيب أن هذا الجنس لا يخرج إلا بالصلاة فأضيفت إلى متى 17 كترديد لنفس المشد اللي أنا أريد أن أتكلم عنه هو فكرة لعدم إيمانكم لأن ممكن حد يقول لي جميل جداً لما تقولون هذا جميل جداً لما تشرحه وفكرة أننا لا نتحكم في الله وفكرة الخرافة لكن هذا أسر دي ليس أكثر لأنك عندما تصلي شيئات ما كانش بتحصل لأنه ما كانش عندك إيمان كفاية المشكلة فين؟ في الإيمان أنت ما هو مشهدهو كتابي صريح التلاميذ ما عرفوش يخرجوا هذا الشيطان لإيه؟ لعدم إيمانهم لأنهم ما كانوش بيصالوا مثلاً يعني ده لو أحب أن أجمع ما بين المشهد كما يقدم في ماركوس 9 وفي ماتة 17 لعدم إيمانكم أو لعدم صلاتكم فالحقيقة يهمني أننا نفهم هو الإيمان في إنجيل متن معناه إيه؟ والحقيقة هو الإيمان فعلاً هو مربط الفرس في هذا النص يعني هنلاقي أن تلات مرات عادةً الكلمات التي تكرر كتير في مقطع صوار بتبقى هي دي أهم موقات الكلمات في هذا النص فإنما نلاقي أن تلات مرات هو بيشير لكلمة الإيمان أيها الجيل وهنا مش بيكلم التلاميذ بس لا هنا بيتكلم مع إسرائيل كلها بيتكلم الأمة كلها كنت لسه أتكلم مع دكتور مهار فكان بيشرح لي إزاي وفي تسنية اثنين وثلاثين موسى بيتنبأ عن هذه الأمة أن هي هتبقى بطاقة في هذا الموقف اللي بدل ما يكون إخلصهم للرب وإيمانهم بالرب وتمسكهم وتعلقهم بالعهد اللي بيربطهم بينه بين الرب هم بيلتووا ويخونوا ويسمحوا لأرضهم أن تفتح لكل أنواع الأرواح الشريرة فيحصل المشهد المؤسف ده هو أيها الجيل غير المؤمن لعدم إيمانكم لو كان لكم إيمان مثل حبة خرد إيه هو الإيمان؟ واحد يمكن برضو من اللي لا لسه كنت بشير إليه ديل أليسون هذا الشخص اللي بختلف معه في الرأي لكنه حج الحقيقة في تفسير إنجيل متة فيقول كده من الضروري ملاحظة أن الإيمان في الإنجيل الأول في إنجيل متة لا يشير أبدا إلا إلى قوة في ذاتها أو قوة تعمل من ذاتها ما هيش قوة التفكير الإجابي ما هيش باستف تنكي أو قوة نشطة بكيف هي ما يعني إيه الإيمان اللي إنجيل متة بيتكلم عنه في العموم ما هوش فكرة إنه هتحصل 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 إحنا لو عملنا كده وكننا مصدقين جدا من ده هيحصل 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 ما هوش بس مش لو أنت مستني الخير هيحصل لك مش لو أنت مستني إن الشيطان يطلع هيطلع مش هي دي مش هي دي فكرة الإيمان في إنجيل متة ولا هي قوة تعطي نفوذ ماء لمالكها يعني إيه مش علشان مثلا الرب أعطى السلطان للتلاميذ فالتلاميذ حتى لو عاشوا بعيدا عن المسيح يقدروا أن هم يختبروها ويفاعلوها لا ما هيش قوة شغالة من ذاتها ما هيش سوبر باور فجأة بقت عندك فتعرف تعمل بها بقى المعجزات وتقلب بها الدنيا بس المهم أنك أنت تبقى مستدق وإنت هتملك القوة هتعملها ولا هي مجرد قوة استلمتها من المسيح ولكن تعرف تعمل بها اللي أنت عايزه حتى بمعزل عن المسيح لا فبيقول كده بل الإيمان وهو موقف الثقة والرجاء يستدعي الله أو يسوع ليعمل نيابة عنه هو موقف واثق في الله واثق في المسيح ولأنه واثق في المسيح يرى في المسيح الشخص المناسب لهذا المشهد الشخص المناسب لهذا الموقف فيعمل إيه يستدعيه يجيبه إنجاز لي أنا نقول فبيقتبس الصرخة بتاعة التلاميذ يا سيد نجينا فإننا نهلك إحنا بنهلك نلجأ لمين للسيد وهو هيو نجي وبالتاني يتسنى لنا القول أن عين الإيمان مثلها مثل العين الطبيعية لا تتأمل ذاتها يعني ما هواش الإيمان هو موضوع اهتمامنا الإيمان هو اللي إحنا بنهتم من خلاله بموضوع اهتمامنا إيه هو موضوع اهتمامنا مثلها مثل العين الطبيعية لا تتأمل ذاتها بل أن موضوع تأملها يقع خارجها وفي متى لابد أن يكون موضوع تأملها هو الله في المسيح هكذا فحين يتجاوز الإيمان حتى وإن كان في حج محبة الخار كونه مجرد معتقد أو مصادقة أن يسوع يعملها تصبح هذه فرصة لله محرك الجبال مين اللي بيحرك الجبال مبارح كان دكتور ماهر كان بيقول مين اللي قال إن المطرة ما تنزلش الرب هو اللي بيحرك هو اللي بيعمل إحنا بس شايفينه وهو بيعمله فبنقول اللي هو بيعمله هذه فرصة لله محرك الجبال أن يدخل إلى عالمه بكيفية جديدة ومفاجأة الإيمان اللي يسوع بيوبخ الشعب على أنه هم فقدوه واللي حتى تلاميذه تلاميذه نالوا سلطان بس يبدو أنه هم مش فاهمين هم بيبعوا مين ويبدو أنه هم بيحاولوا يمرسوا ده بمعزل عن وعيهم لقفهم قدامه فالإيمان ممكن يقدم ويعرف كتالي في إنجيل مات هو موقف الثقة في معيط الله عما نقول الله موجود مش الله مش موجود فإحنا هنتصرف بأنه إحنا هنصلي يعني هنعمل المعجزة هنعمل المعجزة بالطريقة دي وفي سلطان المسيح المخلص الذي نقف أمامه ونتأمل في أعماله الإيمان هو موقف ملاحظة ما يفعله المسيح والاشتراك فيه وإحنا متأملين في إحنا بنرائب مين إحنا إحنا مش بنرائب الشخص المريض مع إنه هو طبعا موضوع اهتمام وإنه هو غالي وإنه هو يعز علينا لكن إحنا موضوع إيماننا هو المسيح هو ده اللي إحنا بنتأمل فيه ونلحظه ونرائب هو بيعمل إيه اللي هو بيعمله إحنا بصلواتنا بنعمل إيه بنشترك فيه معا لو استبعدنا المسيح من المشهد وحاولنا نعملناها بنفسنا لا الحقيقة نفشل لو ظننا في أنفسنا إن إحنا ناس جمدين جدا حتى روحيا ناس جمدين جدا فلإننا هصلي دلوقتي هنكسر الدنيا هنقوم الميت الحقيقة ده في فهم غير سليم تماما لمفهوم الإيمان عشان كده وهو بيقول لهم بقى دي الآية اللي أنا ابتدت بها وكل ما تطلبونه في الصلاة مؤمنين تنالون لو الإيمان هو الثقة في همعية الله وفي سلطان يسوع المسيح من غير ما ننفصل عنه بل ونحن واقفون أمامه ومتأملين في منين ما هنطلب في صلاتنا شيء بهذا الإيمان من المتوقع أنه نشوفه بيحسن لأنه نشوفنا ربنا وهو بيعمله احنا اشتركنا مع ربنا وهو بيعمل الحدث من خلال صلاتنا اشتركنا في عمض الله وتدخله في التاريخ وتشكيله للأحداث وقيادته للمشاء من خلال صلاتنا مش العكس مش احنا رحنا جبنا ربنا اللي ما كانش واخد باله وانه اللي اللي عمل لنا القص نص التاني واكتفي بي من يحن 15 وهي الآية التانية اللي أنا كنت قبستها في بداية المحاضرة بيقول كده تطلبون ما تريدون فيكون لكم اللي انتوا عايزينه هتاخدوه صح؟ هي الآية فعلا صريحة كده بس تاني ارجع سنة واتفرج على السيق وفهم مفهوم الإيمان اللي يحن بيكلم عنه فبيقول كده إن ثبتتم فيها وثبتها كلامي فيكم تطلبون ما تريدون فيكون لكم بهذا يتمجد أبي أن تأتوا بثمر كثير فتكونون تلاميذي اللي إحنا بنتطلبه وبناخده جاي في إطار إن إحنا عايشين في حالة ثبات في المسيح وفي كلامه مش أي طلبات مش أي حاجة نفسنا فيها ومتى بيقول لهم اطلبوا أولا ملكوت الله وبيقول لهم حاجة شبه كده بيقول لهم إيه اثبتوا في القصة المسيحية افهموا هو ربنا بيعمل إيه افهموا هي إيه أولوياته افهموا هو بيتحرك إزاي في تاريخ البشرية وفي تاريخ البشر وساعتها هتلاقوا نفسكم لما بتطلبوا بتطلبوا حاجات مش بس إنتم عايزينها هو كمان عايزين فالإيمان أي أفهماش هتزي كده هو انسجام في قصة الله وجوع لعمل لعمل ما شئته افتكر في بداية شغلي مع بابا يعني فضلت يمكن 14 سنة بشتغل أنا وبابا مع بعض لما كنا بندخل مثلا مناقصة مع بعض وكنت أنا بقاعد معايا حوالين التربيزة يعني بنتفاوض مع الآخرين كنت ألاحظ أنه بابا دايما مركز في تفاصيل ليه علاقة بالمستقبل وأنا مركز في تفاصيل ليه علاقة باللحظة ده يعني أنا دلوقتي عايز أخذ المناقصة فبفضل أعمل كل اللي ينفع أنه خليني أخذ المناقصة دي بابا مركز في حاجات ليه علاقة به العلاقة ما بيننا وبين العميل ده هو العلاقة ما بيننا وبين المنافسين دول هم العلاقة ما بيننا وبين اللي بيشتغلوا لحساب ن بيشتغل في كمية بشر كده هو في دماغ وإحنا بالتطاوض على الترابيز مع كتر الوقت اللي قضيته مع بابا ومع كتر المناقصات اللي حضرتها معه ومع كتر المناقشات اللي نقشت فيها معه بعد ابتدت أفهم هو بيفكر في القصة ازاي مع الوقت بقينت أنا وبابا قاعدين على الترابيز تقريبا فاهمين بعد كويس قوي فما أطلب حاجات هو ما بيطلبهاش ولما أنا أطلب حاجات بقى بيلاقي إن الحاجات دي هي بالزبط اللي هو كان نفسه إن هو يطلبها وبتادي تهمشي المسيرة لغاية نقطة معينة بعد شهور طويلة ابتدت أحضرنا المناقصات نيابة عن الشركة الوحدي ليه لأنه بقى مفهوم إن أنا أنا فهمت قصة الشركة دي بتمشي زي أنا فهمت بابا بفكر الزي مع الوقت ما عندي حاجة في منتهى الأهمية حاجة أي حد في عالم حاجة اسمها حق التوقيع عارفين حق التوقيع يعني في حساب مثلا لشركة وحقك إنك أنت تكتب شيكات من حقك إنك أنت تصرف فلوس من حقك هناك حق التوقيع ده سلطة كبيرة ليه لأنه بتقول إن أنت صاحب قرار نافذ في هذه القصة في هذه الشركة في هذه الدائرة بكيفية مشابهة يمكن أفهم كلمة زي كده ويحنى 16 يسوع بيقول لهم الحق الحق أقول لكم إن كل ما طلبتم من الأب لو أنتم منسجمين في القصة لو أنتم مختبرين هذه النوعية من الإيمان نوعية الإيمان الواثق في الله الواقف أمام الله اللي بيرائب تحركات الله واللي منغمس في قصته وفي ملكوته وهو ده فعلا مطلبه هو ده اللي هو عايزه أنا بديكم حق توقيع لما تصلوا لهذه الأمور صلوها وكأني أنا اللي بصليها هو إيه اللي يسوع هيطلبه من الأب والأب مش هيدهوله إحنا بنصلي بنفس الكيفية بشارة إن لما نطلب نطلب الطلبات اللي يسوع يحب إنه ويطلبها منين ما هنطلب طلبات من نوعية طلبات يسوع من الأب هو بيقول هيعطينا الإسم عايز بس ألفة النظر اللي دي وجزء ختامي وأصلي الإسم لا يأتي وحده وإحنا بنصلي الصلاة الربانية بنقول لي يتقدس وبعدين ليأتي ملكوتك تكن مشيئتك استخدام الإسم بسهولة من غير ما نكون منغمسين في المشي أو طالبين الملكوت شيء خطر جدا شيء خطر جدا خطر جدا يكون حد مع حق توقيع لشركه مش فاهم هو هي بتتدور إزاي ده مرعب وعلشان كده الحقيقة ناس كتير تظن أن لديها هذا الحق وهي مش عندها انغمسنا في القصة يفعل هذا يفعل هذا الحق آخر حاجة أختم بها هذه الآية دول ناس في كليسة فاهمين القصة طلبين الملكوت سايبين كل شيء من أجل أن يتمموا مشيئة الذي أرسلهم فبيصلوا الصلاة في أعمال أربعة والآن يا رب انظر إلى تهديداتهم وامنح عبيدك أن يتكلموا بكلامك بكل مجاهرة بمد يدك للشفاء ولتجرأ آيات وعجائب باسم فتاك القدوس يسوع عايز لو تسمحوا لي أقول كلمتين عن الآيات والعجائب الآيات والعجائب هي أعمال معجزية أتخيل أنها بتخدم غرضين كونها عجائب فهي وكأنها بتثير تساؤل عند اللي بيشهدوا هذا العمل وكأن بحب شبهها يعني كده كأنه كان فيه قوضة ضلمة شخص عايش في قصة وفي منظومة معتقدية وإيمانية وفكرية وإخلاقية وفجأة حصلت حاجة عملت شرخ في الحيط الحيطة اللي هو كان فاكرها منيعة ومحصنة ومتأيفة بشكل كوي جدا ومتمسكة جدا فجأة حصل شرخ فيها في تساؤل أثير هنا في أزمة أنت عملتها لي في منظومة إيماني واعتقداتي وأفكاري عن الله وكونها آية فهي بتشير لشيء هي sign بتشهد لشيء فالآيات والعجائب بتثير التساؤل عند الآخر عند المختلف معي في الطريق ومن وراء الشرخ اللي هي عملته ده هي وكأن فيه بتاعة نور بتشير لأنه برا الغرفة دي فيه نور فيه حق فيه حد تاني فالآيات والعجائب أتخيل أن ده كان دورها تثير تساؤل وتشهد للمسيح تثير تساؤل وتشهد للمسيح في هذه اللحظة التاريخية اللي الكنيسة بتنشأ فيها فوص مجتمع يهودي يقدر الآيات يقدر المعجزات ده ده موضوع كبير أو بالنسبة له الآيات والعجائب هتكسر هتعمل هذا الشرخ في المنظومة اللي هما متبنيينها ويظنوا أنها متماسكة ولا يمكن يعني الهز فيها وبتفتح طائط نور تقول لهم يسوع النصري هو المسيح وابن الله الحقي الكنيسة كانت فهمة كويس قوي أنه هو ده اللي ربنا بيعمله دلوقتي من وقفتهم قدامه شايفين أنه ده اللي ربنا بيعمله بس كلمتين أقولهم على آيات والعجائب كلمة الأولانية الله حر الله حر الله يعمل اللي هو يشوف أنه عايز يعمله واللي هو عايز يعمله بحسب إيماننا المسيح وبحسب مفاهمنا للله كما أعلن لنا في المسيح يسوع الله اللي هو عايز ما فيش أفضل منه فلو هو عايز يجري يجري ولو مش عايز يجري ما يجريش وفي الحالتين طالما أنه يعمل مرضاته فهو ده الأفضل الله حر الله حر بالمناسبة من مدارسنا التفسيرية حتى يعني إيه يعني لو أنا اللي بحاول أعمله هو أن أنا حاول أفهم النصوص علشان من خلال فهمي للنصوص أعرف أوصل للوصفة للمقادير اللي لما حطها مع بعض أعرف أطبخ بيها المعجزة يبقى أنا تقريبا مش فاهم المعجزة خالص المعجزة هي بالتعريف عمل إلهي منعم حر حر من أي معادلات حر من أي وصفات الله بشكل منعم بشكل سخي من عنده بيصنع معجزة وعلى فكرة لو عرفنا نولف ونطبخ المعجزة لينا كل الحق أننا نشك إذا كانت معجزة أو لا اللي بنعرف نطبخه عادة بيبقى طبيعي وبالمناسبة العالم اللي نحن عايشين فيه فيه حاجات طبيعية جدا بس هي تبدو أنها غير طبيعية العالم والمرسلية يعني يعني مش علشان أنا مثلا شايف أنه علشان اللحظة دي شكلها كده لحظة مناسبة وكأني يعني أدفع الدفع كله نحو أن ده الوقت اللي رب هيجري فيه آياته عجائب بشكل مهول ممكن وممكن لا الله حر الله مش مقيد بمدارسنا لا الفلسفية ولا الفكرية احنا بنقف أمامه بنرى هو بيعمل ايه بنشترك فيه بصلواتنا الكلمة التانية كلمة التانية والله حر حتى من الكلمة التانية بتاعتي دي مش الواضح اتخيل وأطرح أنه منين ما السياق التاريخي بيبقى مشابه للسياق اللي موجود في أعمال أربعة اللي الكنيسة فيها معبر عنها يدوب بكم فرد ببعض الرسل اللي لسه بيبتدوا تاريخ الإيمان المسيحي في هذا المجتمع في هذه الأمة في هذه البلد في هذه القبيلة يكون ونخدم 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 بقى فيه مسيحيين كتير بقى فيه مسيحيين كتير لو إحنا لازلنا متفقين على تعريف الآيات والعجائب على إن هي الأعمال المعجزية اللي بتثير التساؤلات واللي بتشهد للمسيح ففي هذا السياق أطرح أننا نحن آيات وعجائب إحنا المكلفين بإثارة هذا التساؤل إحنا المكلفين بالشهادة للمسيح وإحنا الحقيقة أعمال معجزية إحنا مش بناخد بال إضافة لهذه الآيات والعجائب الله أحب أنه يضيف يضيف الله حر الله حر أحب أختم ب دقيقتين ثلاثة نصلي بهم في دقيقة الأوليية لدي أحب أضعيك أنك أنت تطلب من ربنا أنه يساعدك في إعادة تقييم حياة الصلاة بتاعتك قولي يا رب ساعدني قلقط هو أنا إيه اللي ببقى بدور عليه وأنا بصلي هل اللي بدور عليه هو صورة الطقوة هل اللي بدور عليه هو أني عيش في استقرار وما فيش حاجة تهدد أماني هل أنا فعلا يا رب بمحاولاتي في الصلاة أحيانا ببقى كأني بنصب نفسي فوقيك وبوجهك منين ما أنا عايز بدل ما أخضع ليك ساعدني أعرف أقيم يا رب لأن قلبي أخضع من كل شيء صعب أميز محتاج مساعدتك محتاج استنارتك محتاج كشفك علي يا رب إن كان الإحباط من كثرة الصلوات التي لم تستجاب على حد علمه قد أفقدني رجائي وشغفي للصلاة جاي أصلي إنك تساعدني وتفتح عناي على العالم الواسع اللي ممكن تكون صلواتي وأصوامي بتساهم في الحراك فيها ساعدني أذكر أني محبوب أني محبوبة وأنه بيسمع كلامي علمني علمني الإيمان يا رب علمني الإيمان الواثق فيك المطمن تماما أني مش متروك منك المراهن على سلطانك واللي بيستدعيني للوقوف أمامك لأتأمل فيك وفي أعمالك علمني الإيمان اللي يثبتني فيك وفي كلامك وفي قصتك اللي يخلق حالة انسجام متواصل ما بيني وما بينك فأعايز اللي انت عايز وابقى بطلب اللي انت طلبه يديني أقدر حق التوقيع اللي انت اديته لده يديني أعيش حياة طليق بأناس انت قد أعطيتهم هذا السلطان العظيم خلينا نتعامل معاه بحذر وبخشية أمامك بشكرك لأنك حر بشكرك لأنك مش دايما بتسمع توجيهات ليك وإلا الدنيا كانت تخرى بالحياة ساعدني أحتفل بحريتك وانعارف أمانتك وبأمراهن على أنه في النهاية انت اللي تعرف تخلي كل الأشياء تعمل معا للخير يا بانا التي ألتجي إليك أطلب إحسانك ومعونتك واطلب هدايتك جاي أطلب أنك تاخدني أسبح في مياهك مياه حكايتك مياه معاك أتكلم معاك بخصوص اللي أنت بتعمله فيها جاي أصلي من أجل كل متألم من أجل كل محبط ارجع شجع نفسنا ارجع قوينا وشددنا وقومنا على حلنا زي ما ملاكك قوم دانيال عشان نعرف نتكلم معاك في المهم في أمور ملكوتك لأجل المسيح آمين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر